بعد البخاري صح والقرآن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وكالعادة في هذا البرنامج نتناول هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح من خلال تبيان أهم مفردات هذه الأحاديث وأهم هذه المعاني ثم نشرع بعد ذلك بتبيان أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث ونختم بالفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث بي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيسي يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير إنه رده أربع مرات وفي رواية فرده مرتين أو ثلاثا أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الحدود ووصلنا عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وذلك في باب حد على من اعترف على نفسه بالزنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنها فرده يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيسي يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته أخوال الكرام أخوات الكريمات قوله أتي برجل أشعث ذي عضلات قال أهل اللغة العضلة يعني كل لحمة صلبة مكتنزة وهذا الآن نشوف الآن عند بعض الشباب مثلا اللي يتدرب على الأثقال أو قوة تجد عنده عضلات تجد عنده عضلات وهذه العضلات مكتنزة كما يقول أهل اللغة قوله تخلف أحدكم ينب بفتح وكسر النون وتشديد الباء قوله صلى الله عليه وسلم إلا جعلته نكالا أي جعلته عضة وعبرة لمن بعده بما أصبته منه من العقوبة حتى يمتنعوا عن الوقوع وفعل هذه الفواحش التي حرمها الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أخوان كرام أخوات الكريمات الإسلام دائما يحثنا على الفضائل ويحذرنا من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن والشريعة الإسلامية دائما تحظنا على الأخلاق الطيبة على الأخلاق الحسنة وكذلك نجد أن الشريعة الإسلامية حتى تحفظ هذه المجتمعات وهذه البلاد وضعت حدودا رادعة لمن تسول له نفسه أو نفسه أن يتعدى على الناس من يقتل من يسرق من يخلط الأنساب ويزني والعياذ بالله هذه الحدود لو طبقت كما يذكر الإمام ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ذكر كلام جميل في حكم هذه الحدود قال هذا القاتل الذي يسرق مال الناس الذي جمع هذا المال وتعب عليه ثم يأتي فيسرقه قال هذا حكمه يعني تقطع يده حتى يكون عبرة لمن يعتبر وهذا الذي يعني قتل قتل النفس وأزق النفس فحكمه أن يقتل وهذا الرجل الذي زنى وخلط الأنساب حكمه أن يرجم إذا كان محصن أو يجلد إذا كان غير متزوج وهكذا هذه الحدود ما شرعت أخوات الكرام أخوات الكريمات إلا لحكمة عظيمة إلا لفضيلة عظيمة ولكنها للأسف الآن عطلت غير موجودة إلا من رحم الله في بعض البلاد والمجتمعات الإسلامية فلابد من أحياء هذه الحدود تطبيقها وتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إقامة حدود الله عز وجل إقامة شريعة الله عز وجل فمن أصاب حدا واعترف أو أقيمت عليه البينة أقامها عليه وطبعا من ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل وفي هذا الحديث يبين أبو هريرة أن رجلا اسمه ماعز من قبيلة أسلم قبيلة من قبائل العرب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وطبعا الحديث فيه عدة روايات فقال رسول الله إن الآخر إن الآخر قد زنى يعني يتكلب عن نفسه أنه وقع بهذه يعني الفاحشة والعياذ بالله وفي رواية وهي رواية مسلم التي ذكرناها أن الرجل عنده عضلات عضلات مكتنزة قصير رجل قصير وفي رواية أعضل أي صاحب عضلات مفتولة يعني قوي رجل قوي شديد الخلقة وفي رواية ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات فالذي يقول فالذي يقول يعني لا بد من الإقرار أربع مرات يقف عند هذا الحديث يستشد به فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا يريد أنه يعني ما وقع في هذه الفاحشة وما زنى وما فعل ما يفعل الرجل في امرأته ولكنه أقر على نفسه هذا الرجل أقر يعني على نفسه واحترف بذلك إذن القضايا التي ترفع إلى ولي الأمر أو إلى القضاة لا بد من سماع المتهم سماع الشهود أو الإقرار أو الاحتراف أو وجود يعني طبعا في الزناء يعني يجب أن يكون هناك أربعة شهود أربعة شهود أو إذا أقر الرجل على نفسه فيكتفى بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يعني كلما خرجنا للغزو يتخلف منكم واحد مع النساء أو العيال لو نبيب كنبيب التيس لو صوت حين وقوع الجريمة فهذا تقريع وتوبيق منه النبي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن همت به نفسه أن يباشر هذه الفواحش والعياذ بالله من فواعد هذا الحديث أخوة الكرام أخوة الكلمات فضيلة الصحابي الجليل الماعز بمسارعته إلى التوبة حيث طلب إقامة الحد على نفسه حتى يطهر نفسه من هذه المعصية كذلك في هذا الحديث تأني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي وسأله لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا لكن هذا الصحابي اعترف بما فعل أيضا فيه إغرار الزان بالزنا أربع مرات ثم إقامة الحد عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننفقنا وإياكم لطاعته مرضاته وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين فرعد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر